الخبر اول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نارين بيوتي فاخر مقطع نزلت يا حبايب نوعا ما ظبي ظهرت لقطات هي عند تلعبي بالنعمة رغم انه هي قالت انه هذي الاكل اجابته هو خالص مدته ولكن يا حبايب اغلب الكومنتات اللي جتية عند يتهجمون عليه انه تسوي كفر وحرام وانه هذا يعتبر لعب بالنعمة فمادر الصراحة اكتبوني يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وهل تعتبروا هذا الشي غلط او لا ولا تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا ننتقل حاليا لمحمد جواني جهت جمع على اليوتيوبر برزل هذا اللي سوري كان كاتب بي مشاهير لا لا تغير الاسم منافقين هيك صار الاسم احلى طبعا مو الكل بس 70% يلعنوا من سوشال ميتا شو تترجيل اشكال اللي انتا عم تشوفوه غير الكواليس واللي ما شاف الكواليس مستحيل يعرف اشي واللي هو يقصد ان اليوتيوبر قدامكم يطلع بشكل معين ولكن بالحقيقة هو بشكل ثاني هذا هو القبهم بالمنافقين ما ادري صراح حال تشوفون انتو تتفقوني كلامي جواني كتبنا احبائي بالكومنتات من التوقعوني اصد بالضبط ننتقل حاليا اليارا مار والتقاه هي باريش دادا فتشر هذا الفيديو اللي كانت بي يارا مار وبنفس الوقت كان موجود باريش وموجود وياهم يشيم بالاضاف حتى ايمو مار كان موجود بهذا الفيديو راح تقوم كل هذا الفيديو شوفوه وركزو بالفيديو زين موسيقى فاذا توقعني احبائي انو حصير صوروني بعض وصورون فريق معين شون تقارد نور ما راح يكون على هذا الموضوع ما ادري صراحبتوني احبائي بالكومنتات شو يردكم او شو توقع لكم الموضوع ندخل حاليا الاميرة وهل هي تريد ترجع لمحمد كريم فأول شي احبائي بنجدرة هذا الفيديو شوفوه موسيقى حلم عنك افتغي متحبك يا العشير وثاني شغلا يا حبايب واحد من الفانزات كان منزل هذا البوست وبهذا البوست كان كاتب بي اميرا اذا تشوفين هذا المقطع احطي دليل او شي تريدين ترجعين به لمحمد واميرا كانت تحطي لايك على هذا البوست فما ادري صراحك تبني احبائي بالكومنتات التقان اميرا وممكن ترجع لمحمد كريم او لا ننتقل حاليا القمر ماروية لانه هي راح تنزل مقطع جديد على قناتها فنزلت هذا المنتدى كاتب انه يوم ساعة خمسة راح ينزل فيديو كلش ناري من وضح انه هي نوعا ما بالصورة كانت حزينة شكل صاير بيها مقلب فاكتبنا احبائي بالكومنتات جاء ما تحبسين للفيديو اخش ان اختم بوسام تيكيت وكشف الحقيقة الهدية اللي جابت الهي ياسو ابعيد ميلادة تقريبا قبل كمي يوم فما منتشرت هذه الاقطع يا حبابي اللي كانت ياسو تحضن بها وسام ويدا تنطي الهدية هو نزل هذه الهدية على ستوري مالتا اوش نزل هذه الورقة اللي كانت ياسو كاتبت لبيه كلام انو كل عام تب خير وان شاء الله سنة سعيدة واخر شيء كاتب عليها ياسو وبالستوري اللي بعده هو حاطنوا الهدية عبارة عن بلوز فاكتبنا احباب بالكومنتات وشرايكم بهذا الخبر وبشرا احباب بنوصلات المقطع فجروا هذا المقطع باللايكات وستنوا مقطع الليل كلش ناري وبس شاكوا فزة من قناة مملكة القصص مع السلامة